السيدات والسادة ننتقل بحضراتكم الآن لنقل وقاء على المؤتمر الصحفي الذي يعقده الرئيس الروسي فلادامير بوتن تحدثنا عن المسائل المهمة لبريكس وكذلك توسيع المجموعة في ثلاث مجالات السياسة والأمن من التجارة والاستثمار والعلوم والعلاقات الإنسانية وقد أجرينا كذلك اجتماع لبريكس بلاس وهذا لتبادل الأراء مع شركائنا وشركائنا في الجنوب وشرق العالميين وقد دعونا الدول من رابط دول مستقلة وكذلك من أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية وكذلك عدد من المنظمات الدولية وتبادل الأراء حول الأوضاع العالمية وركزنا على تصعيد الأوضاع في شرق الأوسط ورأينا في آفاق التعاون بين دول بريكس والأغلبية الدولية في مجال التنمية المستدامة وضمن الشماعات والفعاليات التي تحدثت عنها قد جرت في جو عملي ومنفتح وتفاهم وهذا النهج البناء في العمل سمح لنا على مدى ثلاثة أيام أن نناقش بشكل تفصيلي أوسع حزمة من المسائل وخلال القمة تم اتخاذ بيان كازان لمجموعة بريكس وكذلك تحدثنا عن مبادئ المجموعة الواعدة والنظرة للمستقبل وكذلك تحدثنا عن إقامة مجتمع أو نظام عالمي عادل وديمقراطي وشامل قائم على مثاق الأمم المتحدة وكذلك يقاوم العقوبات غير الشرعية دول بريكس تسعى لتعزيز التعاون في المجال المالي وسوف نقوم بتعزيز التواصل في هذا المجال وإقامة آليات لا تتعرض لضغوط الخارجية في هذا المجال وخلال القمة قد تحدثنا عن الجهود المشاركة لزيادة الاستثمارات للتنمية الواعدة والمستقبلية لدول بريكس ودول الجنوب والشرق العالميين وبالنسبة لبنك التنمية الجديد والسيدة ديلما قد تحدثت عن تمديد رئاسة البرازيل لهذا البنك أي تحت رئاستها ونذكر بأن البرازيل ستترأس مجموعة بريكس في العام القادم ولا أخفي عليكم بأننا نعلم ما هي الأوضاع حول روسيا ولا نرغب بنقل هذه المشاكل إلى المؤسسات والآليات التي تعنيكم بأنفسكم نحن نقوم بحل مشاكلنا بأنفسنا إضافة إلى ذلك نقوم بتنفيذ المشاريع في الصناعة والبنى التحتية واللوجستية وكذلك هناك تعاون بين دولنا في مجال الثقافة والتعليم والرياضة وكذلك المجتمعات المدنية إن بريكس ليست صيغة مغلقة بل منفتحة للجميع وكل من يقاسمنا تقاليدنا ومبادئنا لإيجاد الحلول المشاركة دون أي فروض خارجية ودون إملاءات على كائن من كان وبريكس ليمكنها أن لا تستجيب لطلب الكبير ترجمة نانسي قنقر